لبناء القاسمي السيدة التي فتحت الباب لإبداع المرأة الإماراتية هي شخصية إماراتية سياسية وكانت أول ست تشارك في صناعة القرار الوزاري عضو من أعضاء العائلة الحاكمة في إمارة الشرقة فهي ابنة أخ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشرقة وحفيدة الشيخ سلطان بن سقر بن مطر القاسمي اللي حاكم الشرقة من سنة 1924 لحد وفاته في بريطانيا سنة 1951 الشيخة لبناء بنت خالد بن سلطان القاسمي كانت أول وزيرة في الإمارات لما تولت حقيبة الاقتصاد سنة 2004 وسهمت بجهودها في دفع مكانة المرأة في مجتمعها وكان مشوارها مليان بالنجاح وتطور اتولت فيه مناصب رافعة المستوى في الحكومة اتولدت الشيخة لبناء القاسمي في إمارة دبي يوم 4 فبراير سنة 1962 كان والدها خالد بن سلطان القاسمي حاكم إمارة الشرقة في الإمارات العربية المتحدة من سنة 1965 لحد سنة 1972 وعمها سلطان بن محمد القاسمي أمير الشرقة حصلت لبناء القاسمي على شهادة الثانوية العامة مدرسة الظهراء الثانوية وكانت في المرتبة التاسعة من بين خريج الإمارات سفت بعد كده للولايات المتحدة ودرست هناك علوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا بعد التخرج رجعت لإمارة الشرقة للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الإمارة وكمان حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة كاليفورنيا وكان الكلام ده سنة 1981 اتولت بعدها منصب مدير قسم نظم المعلومات في هيئة موانئ دبي أول منصب قيادي اتوليته لبناء القاسمي كان إدارة شركة السوق الإلكتروني تجاري دوت كوم سنة 2000 وفي السنة نفسها حصلت على جايزة سيدة تقنيت المعلومات لعام 2000 وكانت لبناء القاسمي في نفس الوقت ناشطة في مجال تمكين المرأة والدفاع عن قضاياها فمثلت الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي اللي بيعقد كل سنة وحضرت ونقشت في المنتديات اللي عقدت في كل من نيويورك ودافوس في سنة 2001 اترأست لبناء القاسمي الفريق التنفيذي لحكومة دبي الإلكترونية والمسؤول عن مبادرات حكومة دبي الإلكترونية والمعني بتطوير وتنظيم مبادرات الحكومة الإلكترونية في مختلف هيئات ومؤسسات القطاع العام كمان شغلت منصب عضو مجلس إدارة غرف التجارة والصناعة دبي ومجلس أمنا كلية دبي الجامعية ومجلس أمنا كلية الجودة الإلكترونية الشاملة ومجلس أمنا كلية ثاندربيرد وكلية الدرسات العليا للإدارة الدولية فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية ومجلس أمنا جامعة زايد انضمت لبناء القصيم للحكومة الاتحادية سنة 2004 كوزيرة للاقتصاد عشان تكون أول وزيرة سيدة تتولى منصب وزاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي سنة 2008 اتعينت وزيرة للتجارة الخارجية قبل ما تتولى منصب وزيرة التنمية والتعاون الدولي سنة 2013 كمان اتولت الشيخ لبناء القصيمي منصب رئيسة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في الفترة ما بين 2004 و2008 وفي مارس سنة 2014 تم تعيينها رئيسة لجامعة زايد كمان تم تعيينها كرئيسة للجنة الإمارات المساعدات الإنسانية في مايو من نفس السنة وزيرة التسامح بعد كده تم تعيين لبناء القصيمي كوزيرة للتسامح في ظل تعديل الوزاري في الإمارات العربية المتحدة واللي جرى في شهر فبراير سنة 2016 وكانت مهمتها الأساسية تعزيز التسامح وغرس مبادئه الأساسية بالإضافة إلى مسؤوليتها في منصب الوزارة شغلت الشيخة لبناء القصيمي عدة مناصب متميزة مع عملها في عدد من المجالس زي شركة الإمارات الطاقة النووية ومؤسسة الإمارات التنمية الشباب وعضو في مجلس إدارة كلية ليكوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية والعديد من المنظمات الدولية والمحلية وزي ما قلنا حصلت على الدكتوراء الفخرية في العلوم من جامعة كاليفورنيا وفي القانون من جامعة إكستر الأمريكية وفي الاقتصاد من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في كوريا على التوالي كمان حصلت على الدكتوراء الفخرية في الأدابة الإنسانية من الجامعة الأمريكية اللبنانية إنجازات الشيخ اللبناء وشخصيتها القوية خلتها تتصدر قيمة أكتر مئة امرأة عربية قوة في مجلة ريبيان بيزنس لمدة أربع سنوات على التوالي من سنة 2011 وحتى سنة 2014 وعلى الصعيد الدولي ظهرت الشيخ اللبناء على مجلة فوربيس في قيمة أقوى النساء في العالم كمان حصلت على جايزة ITP لأفضل إنجاز شخصي في سنة 2000 وفي سنة 2013 حصلت على وسام فخري للسيدة القائد لردبة الإمبراطورية البريطانية وبتقول مصادر إن صروة الشيخ اللبناء القاسمي تقدر بحوالي 90 مليون دولار اشتركوا في القناة